اشتركوا في القناة وشغال في شركة السويدة للصناعات الحديدية مدير التخطيط ومرائبة الانتاج وان شاء الله بإذن الله احنا هندرس في الكورس بتاعنا سيك سيجما طبعا سيك سيجما من الكورسات القوية جدا في مجال العمل لانها بتضم تلات ادارات بتضم ادارة المشروعات اللي هي البي ام بي وبتضم ادارات الجودة وبتضم ادارات العمليات والانتاج فهي تعتبر دورة شاملة بتشمل كل الاقسام المختلفة في العمل ودلوقتي تعتبر ان الشركات العالمية انهدي نبزة بسيطة كده قبل ما اخش في الكورس ان معظم الشركات العالمية والمحلية هدفها الاساسي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عايشين فيه تعظيم الربح وتحقيق مبيعات مرتفعة اي شركة دلوقتي عالمية ومحلية الهدف الاساسي بتاعها ان هي بتحقق ربح كبير ومبيعات مرتفعة لكن السؤال هنا بيطرح نفسه ايه الدافع اللي بيخلي المستهلك يشتري المنتجات والخدمات وبيفضلها على غيرها وده سؤال مهم جدا انا تسألته شخصيا كتير ليه الشركة الفلانية بتبيع اكتر من الشركة دي ليه المكتب الاستشاري ده شغال اكتر من المكتب الاستشاري ده فطبعا هل المنشأة او المنتج اللي بيعمل المنتج او بيعمل الخدمة سواء كانت المنشأة دي خدمية او صنعية هل المستهلك ليه بيفضل اللي هو يشتري من المكان ده والمكان ده لا هل هو شكل المنتج ولا سعر المنتج ولا جودة المنتج ولا كل ما صبق فطبعا احنا هنتكلم وهنعمل دراسات وهنعمل نظريات من خلال المنهجية بتاعتنا اللي هي منهجية سيكسيجما للحصول على منتج باجمله وتقديمه للزبون يتوافر فيه كل ما صبق اللي هو شكل المنتج سعر المنتج جودة المنتج والتلات حاجات دول اللي بيخلوا الزبون يقدر يتعامل معاك في ظل المنافسة الكبيرة اللي احنا بنمر بها دلوقتي ما بين الشركات وكل الشركة بتنافس شركة وكل مكتب استشاري بينافس مكتب وكل خدمة وكل مكان فيه خدمات بينافس مكتب فيه خدمات فلازم تكون انت منافس في السوق عشان تقدر تقدم المنتج اللي انت بتعرضه ويتباع وتكسب ممورات طب ليه يعني ليه سيكس سيجما مفيدة للأعمال التجارية يعني هما ليه الناس لجأت للسيكس سيجما بالذات اللي هي بتحقق أرباح وبتحقق مزايا مش موجودة في باقي في باقي النظريات اللي بتتطبق دلوقتي من خلال المانيجمنت والكلام ده لان السيكس سيجما بتركز على العديد من النظريات في قدرة المهام هدفها ايه هدفها تطبيق العمل والاجراء بفعالية بفعالية كبيرة يعني هي بتحقق المطلوب منها بفعالية كبيرة وطالما بتحقق المطلوب منها بفعالية كبيرة في المنشأة او المكان الخدمي يبقى بتوفر اموال وبتوفر الميزانية المخصصة من الشركة او من المكتب الخدمي للعمل ده فاحنا دلوقتي هدفنا الاساسي من تطبيق المنهجية عندي تلات نقط مهمين جدا ودول لازم هنتكلم عنهم ان شاء الله بعد كده لما نبدأ في القرص الهدف الاول رضى الزبون طب الزبون ده هيرضى علي ازاي وهيشتري المنتج بتاعي من خلال تقليل الاخطاء في العملية يعني انا دلوقتي بعمل البروسيس البروسيس دي فيها ست سبع مراحل بتبدأ من من اول مرحلة بتنتهي اول مرحلة لغاية لما تصل للزبون لازم الزبون يحس اللي البروسيس دي ما فيهاش اخطاء فانا الهدف الاساسي بتاعي رضى الزبون من خلال تقليل الاخطاء في العمليات يبقى دي اول نقطة بعد كده ضبط الاستراتيجية بتاعتي بشكل مميز الاستراتيجية اللي هي خطة طويلة الامد للوصول الى هدف ما وايه بيعود علي في الاخر بالنجاح يبقى ضبط الاستراتيجية بتاعتي بشكل مميز ارض الزبون من خلال تقليل الاخطاء في العمليات تقليل التكاليف يعني التراجة الاساسي بتاعي من تطبيق المنهجية تقليل التكاليف واول لما هقالي للتكاليف هيعود برضو على المنشأة بتاعتي بزيادة الربح انا بقالي التكاليف المنتج اللي انا بصنعه او تكاليف الخدمة اللي انا بعملها سواء كانت خدمة بنكية او خدمة بريدية او خدمة تعليمية او السكسي سيجما دلوقتي ما بتتطبقش في المنشآت الصناعية وبس بل بتتطبق في كل الخدمات الموجودة عندنا نعرفها حتى الصحة فان شاء الله باذن الله هندرس الكلام دوت بالتفصيل المميل وفي حاجة برضو عايز اقول عليها ان دلوقتي يعني الشركات العالمية تنباهت للموضوع ده من التمانينات كانت بداية السكسي سيجما طبعا بعد ما هندرس دلوقتي في المقدمة اللي هندخل فيها بدايتها كانت في التمانينات من التمانينات لغاية دلوقتي تعتبر السكسيجما على عرش النظريات الحديثة بعد المانجمنت توتل توتل كوالتي مانجمنت تعتبر دلوقتي في المقدمة وتعامل ابحاث كتير علمية في مجال السكسي سيجما كلها اثباتت تقريبا ان نص ارباح الشركات سواء كانت شركات صناعية او شركات خدمية بيذهب او بيضيع في اصلاح المشاكل والعيود فكلما ارتفع مستوى خدمة السكسي سيجما المستوى الخدمة بتاعها او مستوى الجودة بتاعها كلما قلت التكاليف اللي هي بتاعت بداعة الاخطاء من معالجة الاخطاء يعني انا دلوقتي عملت بروسس فحصل فيه مشكلة فبضطر اللي انا عالجي المشكلة دي بتكلفة قطعت قطعت ماتيريال غلط حصل فيه سكراب فهضطر اشتري ماتيريال جديدة عشان اعوض اللي انا غلطت فيه فدي تكلفة فطبعا تطبيق السكسي سيجما دلوقتي بيقل التكاليف معالجة الاخطاء والمشاكل وانه محظم الشركات دلوقتي اللي بتطبق سكسيجما بتسعى للوصول لمعنى مهم قوي بيسموه درجة الكمال والمثالية بكل العمليات الخدمية والمنتجات اللي هي تعتبر سكسيجما سكسيجما دي اللي هي السيجما بتاعتي اللي هي تعتبر اخر حاجة هي بداياتها من وان سيجما تو سيجما سري سيجما فور سيجما فايف سيجما سيجس سيجما تعتبر دي هي درجة الكمال والمثالية في درجة الجودة المطلوبة في البروزيس او سواء كان منتج او خدم وهي تعتبر اعلى سيجما طبعا يعني اعلى سيجما دلوقتي بين الشركات اللي هي تعتبر شركات الادوية شركات الادوية بتطبق ستة سيجما وشركات الاسلحة والطيران بتطبق سبعة سيجما ووكالة ناسة الفضائية بتطبق اتناشر سيجما هي تعتبر اعلى درجة سيجما على مستوى العالم هي وكالة ناسة الفضائية بتطبق طبعا حاجة مهولة اتناشر سيجما دي درجة جودة يعني حاجة قليلة جدا 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 وهندرس طبعا الكلام ده فاحنا يعني بس بالنسبة لنا احنا اللي درجة ستة سيجما دي هي اعلى حاجة عندنا مش هنتكلم طبعا على وكالة ناسة ولا الشركات الكبيرة اللي هي بتطبق بتصنع الاسلحة والطيرات والحاجات دي طبعا بتبقى سبعة سيجما فوق الستة سيجما فاحنا هنستكفى وهنشوف هندرس من واحد سيجما لغاية ستة سيجما اللي هي النظرية بتاعتنا ان شاء الله ودي كانت مقدمة سريعة كده عن ايه هي يعني السيجما ليه الناس بتلجأ لها وليه الناس مهتمية بيها فان شاء الله خير هنشوف بعد الوقتي عندنا الكورس بتاعي اه بتاع السيجما احنا هندرس ان شاء الله اه اساسيات السيجما يعني احنا طبعا عندنا الاحزمة عندنا السيجسي سيجما دي بتبقى احزمة اه بداية الوايت الوايت بيلت وبعد كده اليلو بيلت وبعد كده جريم بيلت وبعد كده البلاك بيلت وبعد كده المصدر اللي هو اعتبر اعلى حاجة في الدراسة فإن شاء الله الكورس بتاعنا هيغطي الويت بيلت عشان الناس اللي كانت بتسألني على الجروب يا باش مهندس أسامة الكورس بتاعك هيغطي إيه هل هو هيكستكفي إيه فأنا بشرحه بقول اللي هو هيبقى عبارة عن الويت بيلت 100% اليلو بيلت 100% حوالي 60% يعني اعتبر ان الكورس بتاعي إن شاء الله بإذن الله شامل النظرية سيكسيجما هيبقى فاضل حوالي 40% أو 50% من الجيرين والبلاج طبعا يعني اللي هو اعتبر آخر حزام فربنا يسهل الحال إن شاء الله فهنبتد إن شاء الله في المحتويات بتاعك السيكسيجما هندرس التعريف بعد كده تطور نظم الجودة بعد كده بعد كده اسلوب الجودة بتاع سيكسيجما بعد كده إحصائيات السيكسيجما دي محتويات الكورس بعد كده استراتيجية السيكسيجما بعد كده أدوات واساليب السيكسيجما بعد كده منهجية تطبيق السيكسيجما اللي هي تعتبر آه أهم شيء بيدور حوالي السيكسيجما اللي هي الدماغ وهي دي نظرية سيكسيجما وهندرس الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل هنشوف أول حاجة عندنا التعريف 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 السيكسيجما بنقول هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة بيرة في عملياتها الأساسية زي ما شرحنا في النبزة اللي احنا قلنا عليها بكده إن كل مؤسسة سواء كانت صناعية أو خدمية عايزة تحسن من صورة عملياتها فبتضطر تلجأ لحاجة حديثة تقللها من المشاكل والأخطاء والديفيشن بتاع الاختلافات اللي عندها فبتضطر تلجأ لنظريات حديثة ومن ضمن النظريات دي طبعا هي منهجية السيكسيجما فتعتبر هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة كبيرة في عملياتها الأساسية وهيكلها عن طريق جمع البيانات والتحليل الإحصائي سيكسي سيجما تعتبر نظرياتها كلها إحصائيات أيما على الإحصائيات الإحصاء تعتبر كل شيء في المنهجية وطبعا بتحدد الأخطاء وطرق القضاء عليها وتعتبر الكلام ده بيؤدي إلى تحسين الأعمال فكده تعتبر المنهجية بتاعتنا منهجية شاملة بتحسين الأعمال يبقى التعريف بإيجاز أن كل مؤسسة عايزة تحسن من صورة عملياتها فبتضطر تلجأ لجمع البيانات وبتحلل تحليل إحصائي للخطأ والمشاكل اللي عندها ليه بتعمل كده عشان تقضي على المشكلة وأي دفكتس عندها بتقدر تمحين بتعرف الكلام دمين من خلال جمع البيانات وتحلل وتحللها إحصائيا وده بيؤدي إلى تحسين الأعمال قال عندي تطور نظم الجودة نظم الجودة عندي اتطورت وكانت بدايتي ضبط الجودة أول حاجة اتعاملت في الجودة كان ضبط الجودة وما معنى كلمة ضبط الجودة ضبط الجودة مرائبة مكونات المنتج أو العناصر المصنوعة منها المنتج أنا عندي منتج واللي يكون الموبايل الموبايل ده منتج فأنا دلوقتي برائب العناصر بتاعة الموبايل وهو في التصنيع سواء كانت العدسة أو الشاشة أو الكافر فبراقب كل حاجة لوحديها لغاية لما يبقى برودكت كومبيليت بشوف المشاكل فيه في كل مرحلة لغاية لما يوصل للفاينال برودكت طبعا الكلام دوت ما بيتحققش بنسبة بيحصل برضو مشاكل كتير وأخطاء كتير فاضطروا اللي هما يطوروا ضبط الجودة إلى ضبط الجودة الإحصائي طيب أعمل ضبط جودة إزاي قالك إن ضبط الجودة الإحصائي ده عملوا أدوات بتعمل ضبط جودة وده هندرسها بالتفصيل التفصيل التفصيل زي الاسكتر وزي بريت وزي الكنترول شارت وزي الحاجات دي كلها إحصائيات وزي يعني الفيش بون دياجرام وحاجات كتير أو إن شاء الله بإذن الله هندرسها في الكورس بتاعتنا نحاول نضبط بيح جودة البرودكت بتاعتي فأعرف أنا كنت قايل مبارح للناس اللي هي تجيب معاها بلوك نوت عشان تكتب فيه أي نوت أنا بقولها لأن طبعا إن الباور بوينت مش هيبقى كافية فأنا بقول حاجات مش موجودة في الباور بوينت أنا بقول مقتطفات في الباور بوينت ومن خلال المقتطفات أنا بشرحها فلو أي حد يعني مهتم بالموضوع وعايز يفهم سيك سيجما لازم يكون فيه معانا بلوك نوت نكتب فيها لأن هناخد تمارين وهناخد تجربات وهناخد مسائل وأنا أقول مثلا بوينت معينة بالتفصيل زي تعريف زي أي حاجة فلازم طبعا تكتب فده بالنسبة للناس اللي هي عايزة مهتمية بالموضوع نرجع لموضوعنا إن ضبط الجودة الإحصائي هو أدوات الجودة الإحصائية المستخدمة لضبط الجودة اللي هي الخطوة اللي قبلها أنا عملت ضبط جودة فطبعا ضبط جودة إيه فيجول إنسبكشن كده بالعين أنا الكلام ده مش هينفع معايا في البرودكت فروحت فروحت بحسن الخطوة بتاعة ضبط الجودة ودخلت على حاجة جديدة آآ من التحسينات اسمها ضبط الجودة الإحصائي اخترعنا إحصائيات عشان تزبط المرحلة بتاعة ضبط الجودة طب الإحصائيات دي عبارة عن إيه؟ أنا قلت آآ معظمها دلوقتي وإن شاء الله بالتفصيل هندرسها في القرص عملوا حاجة تانية اسمها ضبط الجودة الشامل إيه هي ضبط الجودة الشامل المرحلة اللي بعد ضبط الجودة الإحصائي لقوا برضو إن ضبط الجودة الإحصائي مش كافي طب هنعمل إيه؟ قعدوا يفكروا ويعملوا أبحاث الناس اللي مهتمية بالجودة والآيزو والتوتال والتي مانيجمنت قالوا إحنا هنعمل ضبط الجودة الشامل ما هو تعريف ضبط الجودة الشامل ضبط الجودة الشامل يعتبر نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع جميع الوحدات المختلفة داخل المصنع أو المنشأة لضمان إنتاج منتج بدرجة مناسبة ترضي المستهلك بأقل التكاليف نقول تاني ضبط الجودة الشامل عشان فيه فرق ما بين ضبط الجودة الشامل والخطوة اللي جاية اللي هي قضرة الجودة الشاملة فيه ناس بتكتير بتتلخفن ما بين الدفاين بتاع المرحلتين إن ضبط الجودة الشامل هو عمل نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع عمل كل الوحدات المختلفة داخل المصنع أو المنشأة أو المكان الخدم لضمان إنتاج منتج بدرجة مناسبة ترضي الزبون أو المستهلك بأقل تكلفة هي ده معنى ضبط الجودة الشامل والصوت كده شغال أنا شايف في شاتس حد بيقولي الصوت شغال الصوت شغال شغال هسامعني حضرتك سامعني يا بشمانس عمر آه تمام يا بشمانس سامع حضرتك فيه فيه ناس كذب على شاتس الصوت تأكد من السماع طيب تمام نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا تاني قلنا ضبط الجودة الشامل وعمل نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المصنع أو المنشأة أو الوحدة الخدمية أو أي شيء لأن احنا قلنا في أول الكلام في المقدمة اللي أنا كلمتها جنرال إن السكسي سيجما بتتطبق دلوقتي مش في منشآت صمعية أو بس في منشآت خدمية في منشآت جميع المنشآت الخدمية المنشآت الصحية آآ ما بتشتردش دلوقتي اللي بيقدر السكسي سيجما بيبقى مهندس لا آآ أنا لما خدت كورس الجرين من آآ من سنتين أو من ثلاثة تقريبا كان معايا ناس آآ محمين وكان معايا ناس خارجين كلية زراعة وكان معايا ناس خارجين كلية تجارة وكان معايا ناس يعني في مجتمل المجالات فدلوقتي السكسي سيجما بتتطبق في المنشآت الصمعية والمنشآت الخدمية فلما بجعرف نظام الجودة الشامل بيتطبق برضه في الأماكن الخدمية طبعا أي مكان خدمي زي البنوك زي المستشفات قطاع الصحي زي القطاع التعليمي بيبقى فيه درجة جودة وهي دي اللي بتفرق مكان على التاني اللي أنا بطبق جودة عالية شاملة ولا لا وهو ده اللي بيخلي الزبون أو المستهلك يلجأ للبرودوكت بتاع المكان ده أو الخدمة بتاعت المكان ده ليه؟ لأنه بيحقق درجة جودة بترضي العميد طيب النقطة اللي بعد كده إدارة الجودة الشاملة إدارة الجودة الشاملة هي تعتبر ابتدت في أول السبعينات تقريبا سنة 71 أو 72 لغاية 79 في الصورة الصناعية وكانت يعني نديها تعريف كده لأنها طبعا إدارة الجودة الشاملة يعني مهمة جدا هي نظام شامل هدفه الأساسي رضاء العميد عن طريق جهود مستمرة ومشتركة بين الإدارة والعاملين لتحقيق جودة عالية في كل الأنشطة أو السلعة أو الخدمة دايما ده أقول ما بحبش أقول منتج عشان خاطر الناس بتفهم كلمة منتج يبقى صناعها فأنا بقول خدمة سلعة منتج عشان أضم كل الموجود أو كل الإمكانيات أو كل الأماكن اللي ممكن تطبق الموضوع ده فهي الهدف بتاعها الأساسي رضاء العميل عن طريق جودة المستمرة والمشتركة بين الإدارة بدعة المكان والعاملين عليها لتحطيق الجودة في كل الأنشطة بقى في كل الأنشطة مش البروداكت بس لا ده تحطيق جودة مع العمال تحطيق جودة مع الإدارة تحطيق جودة في التعامل بيبقى في كل الأنشطة الموجودة في المكان هي دي إدارة الجودة الشملة وكل ده في الآخر عشان رضاء العميل وبتكون طبعا مناسبة للشملة يعني ده يعني اختصار إدارة الجودة الشملة بعد كده آخر حاجة اللي هي تعتبر آخر حاجة طبعا الناس حيائتها مع الأبحاث اللي هي سيك سيجما اللي هي موضوعنا وكروسنا اللي احنا هنبدأ فيه إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله تعالى كل الناس هتستفاد وهتطبق إن شاء الله يعني هخلي الناس تطبق سيك سيجما وهنبدأ من محاضرة النهاردة بموضوع الطبيق وكل واحد هيفكر بعد كده إزاي يطبق سيك سيجما في مكان شغلي وفي مكان عملي وإزاي يقعد مع المانجمنت والستيك هولدرز بتاع المكان والإداريين وقدر أفاهمهم وجهة نظري في السيكسي سيجما وهقنعهم بيها وطبعا كل ده بناءا على دراسات وإحصائيات وربنا يسأل الحال إن شاء الله فهنبتدي دلوقتي هنقول السيكسي سيجما تعتبر إسلوب إداري بيهدف إلى تقليل الإنحراف يبقى سيكسي سيجما زي ما تكلمنا طبعا يعني الناس دلوقتي قدرت تفهم يعني إيه سيكسي سيجما إسلوب إداري بيتطبق هدفه أقل للإنحراف المعيار للخط العمل قادي خط العمل تحت أوف مصنع بصنع مثلا بوطل ولا بصنع موبايل ولا بصنع أيا كان المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدم مكالم التليفون كل سنتر أهدي أمثلة كتير عشان ما مش مش هدي أمثلة صنعية وبس لا أهدي أمثلة برضو الخدمية أنا رايح أكشف مثلا لقدر الله تعبان رايح مستشفى ففيه خدمة بتتقدم لي فإزاي أنا أحقق الإسلوب الإداري المطلوب مني إلا أنا هقدر أفهمه من خلال السكسي سكسي فعليش أنا مش هقدر أجاوب على الشاتس اللي موجودة فإيه يعني أنا هركز في الكلام بتاعي فعشان خطر يعني ما تشتش إن شاء الله بإذن الله هو واحد كاتب أعمل بلوكليست لا أنا أنا عايز نوت أو أجنت صغيرة تكتب فيها الملاحظات اللي أنا بقولها ليه لأن في حاجات أنا بقولها كده مش موجودة في الباوربوينت فأنت تقدر تلجأ للي الكتابة الكتابة مفيدة جدا أنا يعني أنا بحب استفاد بكتابة جدا ليه الكورسات اللي أنا خدتها أنا الحمد لله معي الكورسات برضو معي الحاجات معي الميني MBA الحاجات اللي أنا بكتابها بداية الإنسان دايما ما بينساهاش يعني غير لما أنا أشوفها يعني ففيه حاجات بتتقال المحاضر بيقولها بالكلام فلما بتكتب بتبقى خلاص انت طالما كتبتها بإيدك وسمعتها وشفتها فخلاص إيه ما بتنسهاش يعني نرجع للكلام التاني معلش أنا مش أقدر يعني أرد عالشات دلوقتي دلوقتي إحنا قلنا إسلوب إداري بيتطبع عشان أقل للانحراف المعياري لخط العمل هدي مثال تحت المصنع إزاز مصنع الإزاز بينتج مثلا sheet metal أو glass أو أيا كان المنتج اللي بيعمل فيه خط المنتج من الروماتيريال بييجي من المغزن بعد كده بيخش على خط العمل بعد كده بيتكون الفرن بعد كده بيتقطع يعني حسب بقى كل مرحلة لغاية لما ينتج الفاينال برودكت بتاعي في النهاية فبقلل الانحراف لما بجاء تطبق six sigma في كل مرحلة بقلل الانحراف بقلل التهدير وده بيعود علي بتوفير الوقت وتوفير المجهود فالحاجات دي تعتبر هو ده هدفنا لنا أقلل الانحراف معياري بخط العمل سواء كان منتج أو خدمة عن المستهدف أو المتوقف وبكده يبقى هدف الرئيسي هو تحديد العيوب يبقى هو الهدف بتاعي من طبيق السيكس سيجما اللي أنا أحدد العيب ووقفه ما خلهوش يتكرر جتير يبقى تحديد العيب بشكل دقيق إحصائي طبعا ما بيجيش اللي بجمع بيانات وبيانات دقيقة وطبعا جمع البيانات مش أنا اللي بجيبه لما بكاري التيم أول لما طبعا هندرس الحاجات دي بالتفصيل لما بجي بنزل أي منشأة أو بنك أو مستشفى أنا لي واحد زميلي كان بياخد معنا كورس البلاك كان مهندس مدير مستشفى في طنطة أول الله مهندس قسم ميكانيكا مدير مستشفى طنطة العام ونجح عن أي دكتور مسك المستشفى مدير هو مديرها هو بالعكس طبق المنهجية في المستشفى في خلال سنتين خلنا المستشفى زود عدد القوض وزود عدد الأجهزة وزود عدد يعني ونجح يعني دكتورة اللي كانوا مسكين قبل منه ما نجحوش زي فتعتبر هو المنهجية بتطبق على أي مكان بعيد عن المجال يعني بعيد عن المجال الدراسة اللي انت درست يعني لو انت درست المنهجية واشتجلت في أي حاجة وانت ما عندكش خبرة فيها وطبقت المنهجية هتحقق اللي انت عايزه ليه لان اول انت ما بتنزل المكان اللي انت هتحقق فيه او عايز تزبط فيه منهجية السيكس سيجما بتكرر التيم من نفس المكان بخلق تيم بيجمع لك معلومات من قسم الانتاج باخد اتنين من قسم الحسابات باخد اتنين من قسم المالية باخد اتنين من قسم المخازم باخد اتنين أيان كان بقى اللي انا باخده بس طبعا بتختار ناس بتبقى بتساعدك في تكوين الفريق بتاعك عشان تديك معلومات صحيحة تقدر بناء عليها تخطها في المنهجية وتستخدم المنهجية وبالتالي فانت بتقلل العيوب بشكل كبير وتوقفها والعمل على حلها يعني ما بتوقفها شو بس لأ انت بتحلها كمان او تلا فيها بتضمن تحسين العمل على الوجه الاكمل فده يعتبر طبعا اول من عمل تحسين المنتجات هو هنا الريفور اول واحد اللي عمل في اوأل القرن العشرين ده يعتبر اول من فكر في تطوير وتحسين المنتجات وهو يعتبر قائد الصورة الصناعية اللي هو هنري فورد اللي هو صوته هنا فده فكر في ايه قال عمل ربط ربط ما بين الجودة وتحسين الجودة فعشان كده هو يعتبر من اوائل الناس اللي فكرت في التطوير والتحسين المنتجات جيه بعدها بفترة حوالي سبع سنين شركة تيوتة طبعا معروفة للناس كلها اللي موجودة في اليابان صنعت السيارات ابتدت تطور فكر الراجل ده يعني ابتدت يعني ايه خدت الاساس من هنري فورد وابتدت تعمل تطوير لفكر الراجل ده في مفهوم التطوير والتحسين العمل وجيه الراجل اللي صوته تحت ده اللي هو إشيكاوة اللي هو طبعا اخترع الفيشبون وهنعرف الفيشبون بعد كده عمل يعتبر عمل تصنيف لايه للسيكس سيجما الهدف بتاعه هو ايه عمليات القياس ابتدت يعمل عمليات قياس وتحليق لمجموعة من العمليات وهدف الوصول لها نسبة خطأ توكات تكون معدومة عشان كده شركة تيوتا نجحت نجاح كبيره بس طبعا في شركات نجحت اكتر منها هنقولها دلوقتي اتعملت دراسة من واحد اسمه انتوني وعبل لينس الدراسة دي عملت علاقة ما بين السيكس سيجما والجودة الشاملة دمج الاتنين مع بعض ولما جي دمج الاتنين مع بعض حقق هدف كل واحدة فيه اقدارة الجودة ونظم اقدارة الجودة والايزو من هيجيتي السيكس سيجما وضبط الجودة رأى وعامل كوكتيل كده وطور فيه الكلام ده وجيه بعد منه واحد ده اللي هو يعتبر قيادة الحركة الجودة بقى ده يعتبر قيادة حركة الجودة اللي هو عاش على فكره اسمه فليب كروسبي فليب كروسبي هو يعتبر احد قيادة حركة الجودة هيسطرح في كتابه الشهير اللي هو الكوالد اسفري سنة 79 تم الانتقال من رسول الافكار بقى ابتدت الناس اللي بتفكر ما بتطبقش يعني ده بيفكر بس التطبيق ايه لسه والنظريات لسه جيه فليب كروسبي قال لك انا هطبق عملي بقى هطبق وانزل بقى ايه الاماكن الخدمية وطبق بقى سنة 80 الكلام ده بدأ سنة 80 يبقى تطبيق المنهجية لسيكسيجما بدأ بالفعل عام 80 نزل كام شركة هنعرف دلوقتي الشركات اللي كانت لها المبادرة بتطبيق وتحسين العمل وطبقة السيكسيجما وتقريبا قللت نسبة الخطأ لصفر كانت شركة موتريلا شركة موتريلا قعدت خمس سنين من سنة 80 لسنة 85 تطبق وتعمل نظريات وكان فيه اتنين مهندسين هما اللي تبنوا في الشركة دي مهندس اسمه مايكل بيري ليسورته ده والمهندس التاني اسمه بيل سميس مايكل هيري وبيل سميس قعدوا خمس سنين من فكر الفكر اللي هو بتاع بتاع اللي هو سنة 79 لغاية لغاية خمسة وتمانين قعدوا يفكروا ويعملوا مبادئ ويحسنوا لغاية لما الوصل لدرجة تصل الى صفر تقريبا وهم كانوا الاساس بتطبيق السكسي سيجما اللي احنا ان شاء الله هنغرسها يبقى الشركة الاساسية اللي بدأت بتطبيق مش افكار بقا يعني كل اللي احنا قلناهم اللي فات دول كانوا بيفكروا ويكتبوا ابحاث ويعملوا نظريات ويعملوا كتب لا جل الاتنين مهندسين دول الاتنين مهندسين دول يعني من اهم الاتنين مهندسين على مستوى العالم وكان ليهم الفضل الكبير في تطبيق منهجة السكسيجما وقعدوا حوالي خمس سنين عشان يطبقوا السكسي سيجما في موتوريلا ونجحوا نجاح كبير وشركة موتوريلا نجحت نجاح كبير جدا في خلال الفترة دي ووصلت نسبة الخاطئ او الحراف المعياري او الفشل او الدفاج او ايا كان منتجها بقا موبايل او اجهزة او ايا كان الى زيرو تقريبا وده كان نجاح كبير قوي عملته شركة موتوريلا جاد شركة بعدين جاد اتنين شركتين بعدين منهم اسمها هانيويل وشركة جنرال الالكتريك نهاية دي بيستخدم طبقوا نظام موتوريلا اللي هو نظام السكسي سيجما عملوا على تحقيق العديد من النتائج الجبية طبعا الشركات بصت لبعضها يعني هانيويل وجنرال الالكتريك رحوا مبصتين لميل بصوا الموتوريلا لقوا موتوريلا نجحت والمنتجات بتاعتها ما شاء الله اتباعت والنجاح بتاعهم في السوق وعملوا قدرة تنفسية في السوق عالية فبتدت تقلد كله بتدى يقلد على منتج عايزة بيعه برضو يعني انت بتعمل ايه بتطبق ايه تحكمة تطبيقاتك فهم برضو ايه الشركتين دول تطبق ونجحوا في التطبيق وعملوا حاجة جميلة سنة 2001 اكبر شركة على مستوى العالم اللي هي جنرال الالكتريك ضربت اربع تلاف خبير حصلوا على احزمة ما كانتش فيه شركة على مستوى العالم بتقهل ناس لسيكسي سيجما وبتدربهم راح الجاية جنرال الالكتريك بعد ما لقيت النجاح الكبير بتاع موتريلا راح اتعمل قص كبير عندها في الشركة وخلقته وكاري وكاريتي التيم كبير خاص بالسيكسي سيجما ودربت اربع تلاف خبير وحوالي عشر تلاف عامل تحت التدريب ودت الاربع تلاف خبير احزمة زي اللي بتدرس دلوقتي اللي هي الوايت واليالو والجريم والبلاك والمستر بلاك والناس دي انتشرت في الشركة وحققه عام 2001 وصلت جنرال الالكتريك لدرجة مبيعات كبيرة جدا بفضل تطوير السيكسيجما اللي هي خدت فكرتها اصلا من جنرال موتورز اللي هم عملوا اللي عملوا بتطبيق بتاع المناجية وبفضل الاتنين مهندسين الكبار طبعا مايكل هيري وبيل اسميس اللي قعدوا خمس سنين عشان يوصلوا لنسبة الخطأ والفشل ومنذ ذلك الحين من عام 2001 من سنة 2001 لغاية دلوقتي الشركات في العالم ابتدت تبص بقى على السيكسي سيجما واتفكر في تطبيق المنهجية بتاعت السيكسي سيجما ليه لان غيرها تطبق ونجح وكسب فطبعا الشركات بيبقى في كومباتيكتور ما بين الشركات وبعضيها وبقدرة تنفسية ما بين الشركة دي والشركة دي فطبعا هقول التوضيح اكثر للمصطلح بتاع الانحراف هاضر هاضر ان شاء الله هجاوب على كل الاسئلة بتاعكم بتخلي بها لكم المحاضرة مدتها ساعة اه اه ومن الوقت دوت ومن الوقت دوت ابتدت الشركات كلها على مستوى العالم من سالة الفين واحد يبقى هقول بسرعة كده في اجاز سنة السبعينات الصورة الصناعية اه ابتلت اه خمس سنين شركة موتريلا جيت شركة تيوت تطورت شوية من الفكر بس ما طبقتش اه جيت شركة موتريلا في خمس سنين بفضل الاتنين مهندسين كبار هاري فيرد هاري وبيل اسميس اللي طبقوا المنهجية وصلوا الانحراف لغاية زيرو عملوا زيرو جم بعد كده شركتين هانيويل وشركة جنرال بصوا لموتريلا اللي هو كسبت ونجحك وعملت مبيعات كبيرة فابتدوا طبقوا الفكر وضرب اربع تلاف خبير ودهم احزمة وضربت عشر تلاف عامل وجات سنة 2001 جنرال كانت اكبر شركة على مستوى العالم في الربحية السوقية كسبت مليارات جنرال الكتريك وطبعا لما جنرال الكتريك ابتدت تكسب الشركات التانية ابتدت تلجأ بقى للايه للسيكسيجما ودي كانت مقدمة حلوة لمع ايه سيكسي سيجما والناس اللي فكرت فيها ومين اللي فكر فيها ومين اللي اختراعها ومين اللي اسسها طبعا تطبيق منهجية سيكسي سيجما للعديد من المجالات المتنوعة باخلاف التصنيع زي ما قولت انا في شرح اللي فات انها ما بتتطبقش في مؤسسات صناعية وبس بل بتتطبق في اقطاع الرعاية الصحية اقطاع التعليم والمؤسسات الخدمية اقطاع المؤسسات الاكاديمية يعني سيكسي سيجما توطبق دلوقتي يعني شاملة كل حاجة يعني عشان كده بنقول عليها يعني كرس شامل بيشمل وبيشمل 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 يعني ربنا وفقنا ان شاء الله في فهم الكرس سيكسي سيجما اللي كان بيسأل بقى على الاحراف والحاجات ما هي السيكسيجما هي عملية او استراتيجية تمكن المنشآت من التحسن بصورة كبيرة فيما يخص عملياتها الاساسية وهيكلها من خلال تصميم بتعمل ايه بقى بتصمم وبترائب انشطة الاعمال ايا كان بقى النشاط يعني عندك عمل يومي انا النهاردة هو عندي محاضرة فااا بعمل برائب وبصمم الانشطة بتاعت الاعمال برائب عن طريق الكاميرا اللي انا شايفكم فيها برائب عن طريق الشات اللي تكتبوه بحاول اطور من الاعمال اليومية اللي انا بقوم فيها بشغلي بحاول اعمل اي شيء جديد فهي هو ده الهدف بتاعها بحيث يتم تقليل الفقد واستهلاك المصادر سواء كانت المصادر دي وقت وطاقة ذهنية اللي هو فكر وطاقة مدية اللي هي فلوس يبقى انا بحاول ارائب وصمم كل الانشطة بتاعتي اللي انا بعملها خلال اليوم في اي منشأة او في اي مكان خدمي وبحاول اقلل الفقد واستهلاك المصادر سواء كانت ايه اه وقت او طاقة ذهنية او طاقة مدية وفي نفس الوقت تلبية تحتاجها العميل وتحقيق القناعة لديه ده اهم شيء عندنا اللي احنا نلبي احتياجات العميل ويكون راضي وعنده قناعة من البرودكت او الخدمة او السلعة اللي انا بقوم ايه بيها لاني ده الترجل بتاعي الاساسي طيب اعتبر برودكت سينا هي برنامج بيهدف لتقليل او الغاء المعيب اي حاجة فيها دي فكتس سواء كانت من المنتجات والعمليات كانت سواء كانت بقى عمليات صناعية يكون فيها المنتج سلعة او عمليات خدمية يكون فيها المنتج خدمة بنقلل الديفكتس في البرودكت والبروسيس سواء كانت عملية صناعية او عملية خدمية طبعا ذلك يؤدي الى ايه زيادة رتحية والحسة السوقية وزيادة رجل عميل عني ومن خلال تطبيق الادوات الاحصائية واللي هنشرح ان شاء الله بالتفصيل التي تؤدي الى تحسين الجودة على ايه مستوى عالمي لا المحاضرة لسا ما انتهتش انا لفسا ما خلصتش بالنسبة للي كاتب المحاضرة انتهت كده لا لفسا صوت واصل صوتي كده واصل اه صوت واضح يبقى احنا قلنا خلاص ان السجما قلنا اللي كان بيسألني في الشاتس من شوية بيقول لي يعني ايه التفاول يعني ايه الانحراف يعني السجس سجما كلام اللي انا اقوله ده هيبتدي يشرح الحاجات التعريفات والحاجات الاساسية هي تعتبر عدد التفاوتات او الانحرافات من المتوسط الحقيقي للعملية بتاعت اللي بيحقق نسبة جودة تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين في المية يعني اربعة وتلاتين من مليون تلاتة واربعة من عشرة دفكتس بير مليون يعني حاجة لا تسكر حاجة لا تسكر يعني انا لو عندي مليون وحدة مليون وحدة لو طبقت السيكس سجما هيطلع منها معيب تلات وحدات واربعة من عشرة تخيلوا دقة الجودة لما بجا تطبق النظرية دي يبقى تعريف بنقول هو عدد التفاوتات من المتوسط الحقيقي للعملية واللي بيحقق جودة بنسبة تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف عندما تتطبق قيمة المتوسط الحقيقي المرغوب وكحد أقصد فإن عدد الوحدات المعيبة لكل مليون لكل مليون وحدة لا يتجاوز تلاتة واربعة من عشرة وحدة طب إيه هي السيجما دي إحنا عرفنا كده معنى إيه سيكس يبقى سيكس اللي هي تلاتة واربعة من عشرة لكل لكل ديفيكتس بير مليون ديفيكتس بير مليون لكل مليون وحدة معي طب إيه هي السيجما السيجما دي وحدة قياس الانحراف عن المعيور زي الأمبير زي الفولت زي 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 يبقى السيجما تعتبر ايه وحدة قياس وحدة قياس الانحراف عن المعيور نبص على الجدول الجدول ده بيعرض السيجما ليفنز ايه هي السيجما ليفلز احنا قلنا السيجما ليفلز عندنا 1 سيجما 2 سيجما 3 سيجما 4 سيجما 5 سيجما ودي العيوم في المليون اهو يعني انا عندي هنا في الواحد سيجما 697 بوينت 6 defect per million في 2 سيجما 308 77 وسبعين عندي في السري سجما ستة وستين واحد وتمانين لغاية لما نيجي لاخر حاجة سيكس سجما تلاتة واربعة من عشرة يعني حاجة كبيرة جدا يعني. ودي بالنسبة للهرم بتاعي دوا دلوقتي اللي هي دي بي ام او ده الكلام ده طبعا هنشرحه دلوقتي مش عارف بلا الوقت هيسعنا ولا هيتشرح المرة جداية مش عارف انا بدأنا الساعة كام بس هنشرحه عندنا وان سجما ودو سجما سري سجما فور سجما سيجما سيكس سجما اللي هي تلاتة واربعة من عشرة ديفكتس بير مليون الابورتيونيتي اللي هي الفورس او البروسيس او الديفكتس عموما خلال اللي بتمر بيها الديفكتس اي البروسيس البروسيس دي بتنقسم الى مراحل او الخدمة بتنقسم الى مراحل لتصنيعها او لما توصل لخدمة فينال في النهاء فينال برودكت فبنقول المراحل اللي هي بتاعة البروسيس دي بنسميها الابورتيوليتيس الابورتيوليتيس دي بندرسها بالتفصيل وان شاء الله هنشوفها دلوقتي كالكوليتين بسيجما ليفي أم كالكوليتينك سيجما ليفل دي بيو دي بيو دي هنا بقى يعني انا هدي تفصيلة بسيطة وان شاء الله هكمل المخابرة الجاية لان الحاجات دي اه مش ها يعني عايزة وقت اه الا نحس سيجما ليفل انا هتكلم مبدعيا يعني عن الكلام دوت كده وبعد كده ان شاء الله المرة الجاية هشرح بالتفصيل الحاجات دي انا دلوقتي واحد كمهندس اسامة مصطفى اه اتصل بي مثلا اه حد في شركة كبيرة قال لي يا هندسة احنا عايزينك تيجي تطبق لنا المنهجية بتاعتك بقى اللي انت درستها تعالى بقى دينا ايه وارينا انت هتعمل ايه في المكان بتاعنا وعايزينك بقى تطبق لنا المنهجية بتاعتنا فانا لازم اول حاجة اقعد مع المانجمنت واتفق معاهم واعمل حاجة اسمها البروجيك شارفر اللي هو المساق او العقل لان المساق او العقل دي بيبقى فيه كريات التيم لازم اكاري التيم من نفس المكان لازم يساعدني ويوفر لي كريات التيم بعد كده بقى انا ما بكرية التيم التيم ده بينزل يتوغل في المكان تحت من كل قسم واحد او اتنين مخازن واحد فسابات مالية اه انتاج جودة ايا كان انواع الاقسام اللي موجودة في المكان لو مستشفى اه نفس الكلام في اي مكان اي مكان وبيجيبوا لي معلومات بعمل حاجة اسمها initial assessment تقييم مبدأي للمكان انا لما بكى اعمل تقييم مبدأي للمكان عايز اعرف السجمة لفل بتاعته ادي ايه عشان بناء عليها السجمة لفل بتاعته انا هشتغل المكان ده كم سجمة واحد ولا اتنين سجمة ولا تر over aussi med بناء على السجمة لفل بتاعته انا هبتدي اتعامل واشتغل يبقى انا اول حاجة لازم اعملها ايه تقييم مبدأ للمكان اللي انا هطبق فيه وده هيبقى حضراتك وانا هقوله دلوقتي كده في عجالة وان شاء الله ده هيبقى الهومورك بتاعه وكل واحد شغال في مكان هيعمل ويبعثه على الجروب في خلال الاسبوع ده وتنزل تفحص وتكتب الحاجات اللي انا هقولها دي تريد الناس تكتب قوانين دي وهنعرف ازاي برضو بنطبق الانشال اسسمنت وازاي بناخد وبنجمع المعلومات وازاي بنحدد السجما ليفل بتاعت المكان اللي انا شغال فيه او المنشأة او الخدمة او ايا كان الخدمة ففي حاجة اسمها عندي اول حاجة بنحسبها اللي هي الدي بي يو الدي بي يو اللي هي بفكت بير اوبورتيونيتي بياخد الدي بي يو وبقسمها على النامبر او اوبورتيونيتي اللي هي مراحل البروزيس بتاعت اللي انا لدس اشريحها من شوي احنا قلنا الابورتيونيتي اللي هي المراحل المختلفة اللي بتوصل للفاينال برودكت هي دي الابورتيونيتي بعد كده الدي بي ام او اللي احنا لدسا شوفناها في المسلس الهرمي من شوية اللي هي باقي باخد الدي بي او اللي هو او ادفكت بير اوبورتيونيتي وبضربه في عشرة او السي ستة بمليون يعني بعد كده بحدد السجما ليفل من الفروم شيت كالكوليتور اللي انا قلت لكم عنين بارح فانا اه شيرت الكالكوليتور دي على ال اه على ال اه شيت اوريكو برضو شكلها انا فروطلكو عالجروب على جروب واحد واتنين اهيه مش عارق يا بينا ليكو كده دلوقتي على الجروب وان شاء الله يعني ما تبتحوها هتعرفونا عصدي وانا هشرحها المرة الجاية بالتفصيل يعني بجيب بقى التلات نقط اللي فوق اللي هم والتي بي او والتي بو او والتي بي ام او وهعوض في فين في الشيط بتاع الكالكوليتور اه الناس بتوع السيكس سيجما اخترقوا حاجة اسمها الكالكوليتور عشان يحسبو سيجما ليفت اختصار شديد دي فكرة الكالكوليتور بيعوضوا الحاجات اللي احنا بنعملها زي النمبر او والدي بي يو والحاجات دي دي نتائج هنشوفها بتيجي ازاي دلوقتي اه ويحطوها في الكالكوليتور دي يطلعوا الاوتوماتيك في الشيط اكسل السيجما ليفل بتاعتك اديه فانا عامل هنا ادي الانشيال اسسيسمت عامل الجدول ده الجدول ده بقى يعني في مجال عملي لان انا شغال في الصناعات الحديدية بتعمل شغل انشاءات وكده يعني حديد فانا واخد المثال ده عندنا انا ينطبق الكلام ده عندنا في المكان بتاعي طبعا بقى كل واحد ان شاء الله هيبتدي يعمل الجدول الظريف ده الجدول ده سهل جدا ويعرف منه المكان اللي هو شغال فيه كام سيجما كده بتاع الكالكوليتينج هدي الكالكوليتينج اللي بنحسب بيها اه وهو عامل هنا النمبر اوف يونتس اللي انا مختاره ستة في الجدول اللي هو من واحد اتنين تلاتة اليونتس اللي هي موجودة في الجدول اواريكو الجدول برضو بلس بعد ما يعني هو ده ايه الكالكوليتور وبعد كده النمبر اوف يفكت انا مختار انا مختار انا مختار اللي هي الحاجات اللي فيها كروسات دي النمبر الخمستاشر مشكلة وهنا النمبر اوف يفكت او بير يونتس اللي هم حداشر اه اللي هي او المراحل اللي بيمر بيها البروسيس بتاعتي حداشر مرحلتي مرحلة السجما شيف وتلواحد ونص دي سابقة في انا على نفسي واخد الحاجات الية التاتة دي انا شركتي اتنين بوينت اتنين يعني انا احنا بنطبق اتنين به ايه الابوت اتنين سجما الاه اخر حاجة تاعمل او سجما روسإنين بوينت اتنين وهو بقى بيحسب لك الدي بي يو والدي بي ام او كل ده اوتوماتيك بيحسب اوتوماتيك بيحسب هو انت بعليك اللي انت اتدخل bleith اللي هو فوق كان مشكلة وكده وانا هقول لكم الحاجات اللي هما التلات بيانات اللي فوق دي بتيجي النم الجدول. هنرجع تاني بقى اللي احنا كنا بالقوده. طبعا الوقت خلص النهاردة فانا هشرح الحتة دي فعجالة عشان خطر الهم ورقة بس اللي حضراتكم هتعملوه وياريت اللي مهتم بالسيكسي سيجما يتم جدا بالانشيال السيسمين تعتبر من اهم يعني الخطوة الاولى في تنفيذ اي سيكسيجما في شغلك او في مكانك او في ايه. هادي الجدول الجدول هو كده ظهر يا اندرس الجدول ده. ايه كده ظهر جدول. طيب تمام كده. ادي بالنسبة لي هدي الحداشر مرحلة اللي انا شغل فيها مسلا شركتي. اه فيها 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 كل واحد شغال في مكان عمله يعمل المراحل دي. يكتب بتاعته في اتجاه كده. في الجدول زي ما انا ما عامل كده. او يعني ممكن اي حد ياخد دلوقت من الجدول ده ويطبقه هو في شغله بقى. يكتب بالتفصيل انا كتب وعددهم حداشر. وكتب اليونتس اه ولتكن ستة. انا مختار اليونتس بتاعت ستة او ستة عينات. بس عشان تطلع دقيقة ما بيقلش عن تلاتين عينات. لازم تكون لو هتطبق الكلام ده فيها للعمل. ويديك سجما ليفل مزبوطة. ويبقى المكان بتاعك بيحقق السجما ليفل بتاعته مزبوطة وتعرف ان الرقم بتاعك مزبوط. يبقى ما يقلش في النمبر عن تلاتين. بس انا باختصار شديد واخد ستة عشان ايه الشرح يعني. فهنيجي قدام في العينة الرقم اربعة اعمل اكس مثلا. والبريبريشن العينة كزا. العينة رقم واحدة. فيها مشكلة. فيها مشكلة. اي مرحلة في اي عينة كل مرحلة فيها مشكلة تعمل قدامها كروس. يعني فيه زهرت في العينة دي. العينة الاولى. بخلال مرحلة التجهيز البيبريشن. ديفجت. طب في الاسيمبلي. ديفجت. الويلدنج وهكزا. واجه عد الكروسات دي. اللي انا حطيتها. في الست يا يونتز. بيه اوبورتيونتز. هتطلع والتكن التوتل بتاعهم في الاخر. هتطلع واليها يكون خمستاشر. لو عدته الكروسات دي دلوقتي هتلاقيها خمستاشر. يبقى انا عندي. الريزلت بتاعتي. الدي بيو احسابها ازاي? خمستاشر مشكلة. او خمستاشر عيب. بخلال الابورتيونتي. ده الصوت واضح عندسا? كده الصوت تماما بشمانس? تماما. من خلال بتاعتي. الخمستاشر دي اللي هي عدد على ستة اللي هما طلعت عند اتنين ونص ديفجتز بير يونتز. يبقى ده الدي بي او. باخد الدي بي او اللي هو الاتنين ونص ديفجتز بير يونتز. وبقسمها على الابورتيونتي اللي هي المراحل بتاعة البروسيس كاملة اللي انا بحلل عليها اللي هي في النهاية بيطلع برودكت نهائي. يعني انا عندي هنا نرجع تاني. انا عندي اخر مرحلة اللي هي الشيبنج. انا بعد المراحل اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اخداشر. حداشر مرحلة لغاية الشيبنج. هم دول عدد الابورتيونتي او عدد المراحل اللي بيمر بيها البروسيس عشان يبقى فاينال برودكت ويتشحن. عددهم والي يكون حداشر. يبقى انتم سيادتكو هتيجي تبص على المكان اللي انت شغال فيه. وتيجي تشوف الابورتيونتي بتاعتك قد ايه? عشان المنتج بتاعك بيبقى فاينال. تلات مراحل اربع مراحل خمس مراحل. المراحل اللي بيمر بيها المنتج او السلعة او المكالمة او الكل سنتر او بتشوف البروسيس كاملة. بتحلل البروسيس كاملة وبتعدها وتشوفها. وتيجي تحسب في التلات معادلات دول. وتشوف الكلام دوت. احنا كده حسبنا دي بيو تلعت اتن ونص. خدت الاتن ونص اصبتها الابورتيونتي. طلعت متين سبعة وعشرين من الف ما من الف. بعد كده بحس بدي بي ام او اللي هي بضرب الرقم بتاع دي بي او في عشرة والستة هيديني متين سبعة وعشرين مليون وكسور. حاجة برضو يعني كبير. باجي بحسب بقى من خلال shield calculator. sheet calculator باجه اعوض الحجات دي. يعني دي بي و انا علمتك ازاي تحسب الدي بي و الدي به ودي بي او. في الكل كوليتر بيحسبها لك جاهزة. لما بتحط له انت الان وتحط له الدي وتحط له اليونيتز بيحسب لك الحجات دي جاهزة. وهنيجي بمبص عليها دلوقتي هي في الكالكوليتور ايه كده زهرت الكالكوليتور الشيت على اه زهرة ايبا انا بحط دلوقتي التلات حاجات اللي فوق اللي هي في السامبل داتا اللي هي الان بتساوي ستة ويدي خمستاشر اللي هي عدد اللي زهرت عندي في خلال التحليل بتاع اللي كامل وعدد اللي هو واحداشر السجما شفت واحد ونص الرقم سابت بيتحط ما بيتغيرش لاي عملية هتلاقي اوتوماتيك يعني انا كده لو جيت وقفت وكتب ستة مثلا يعني كتب خمستاشر يعني اه يعني واحدة انا عشان بس ستة انا لو جيت مسحت الحاجات دي قدامكم دلوقتي هتلاقي انا فانا حطيت اول حاجة دلوقتي ايه اللي هي ايه النمبر اوف يونيت ستة بعد كده نزلت كم مشكلة كم كروس انا معلم عليه في الجدول خمستاشر كروس كتبتهم نزل على النمبر اوف ديفيك ايبروتيونيتي بيريونيت كامل ايبروتيونيتي بتاعتي اللي انا بحللها عشان ينتج عنه فاينال برودكت حداشر دوس انتر هتلاقي كل الديات اللي تحت كتبت اوتوماتيك لوحده فالكالكوليتور دي اختراع ساكي جدا من خلال الناس اللي هم بتوع السجما اختراعوا الكالكوليتور عشان يسهلوا للناس انما انا علمتك دلوقتي حاجتين علمتك تستخدم الكالكوليتور وعلمتك تستخدم بالقوانين ازاي تجيب اللي اتنين ونص اللي انا علمتها لك اللي هي الديفكت بيريونيت وعلمتك الديفكت بيريونيتي اللي هي دي بي ام او اللي هما المتين سبعة وعشرين نرجع للشكل اللي هي دي ظاهر اهيه كده اه ظاهر اهو الباوربوينت كده ظاهر اهيه دي بالحسابات دي بي او اتنين ونص والحسابات متين سبعة وعشرين انا الكلام ده بتعمل في الكالكوليتور اوتوماتيك اول لما بتحط له ايه بتحط له الدياتا اللي هي الخبستاشر والستة والخمسة والحيداشر بيديك الاثنين ونص والمتين سبعة وعشرين من الف والمتين سبعة وعشرين مليون اوتوماتيك وبيحسب لك السجما ليه بالاوتوماتيك كده فاهمين يعني كده ادرت او اشرحها ولا لأ تمام فانا طالب منكو بقى ان شاء الله طالب منكو ان شاء الله تدريب سهل كده كل واحد في مكان عامله ليعمل الان theories ليه عشان انت بتعرف اه مكانك دو سجما ليفل بتاعته منها عليه بتتعامل عشان تقدر تحقق درجة سجمة أعلى من الإيه لقبلها وإن شاء الله بإذن الله كنا ما أشوفكم بكنا إن شاء الله مع المحاضرة في نفس المعاد معلش الناس اللي بتقولي المحاضرة والله والله أنا ظروف فعلا التواجد بتاعي ما بتبقاشها لجمعة أو سبت في الفترة بتاعة الصباح أنا في الأيام دي بالليل يعني مش متواجد فاللي مش هيقدر يحضر الكورس في الفترة الصباحية نقدر نعمل له وإن شايره عالجروب كل الناس تشوفوا عالجروب بالنسبة للناس اللي عندها زروب وشكرا لكم هشوفكم بكرا بإذن الله إن شاء الله شكرا نجزلها لحضرتك بشمال السؤسة وبرك الله في حضرتك وفي علمك وإن شاء الله ننتظر حضرتك في محاضرة بكرا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم شكرا أعليك والسلام ريت يا جماعة الجميع ما حدش ينسى يسجل في رابط الحضور أنا بعته دلوقتي في الشات وموجود في البس المباشر شكرا لكم